مارين لوبان تخلط أوراق ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية كيف ذلك؟ يتواصل التصويت في فرنسا الأحد في الجولة الأولى للانتخابات انتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة الثامنة عشر بتوقيت جرينيتش إذ سيتم حينها نشر أول استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع وعادة ما تكون هذه الاستطلاعات موثوقة للغاية في فرنسا وقبل أسابيع فقط كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز سهل لماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي تعزز موقفه بفضل دبلوماسيته النشطة بشأن أوكرانيا والتعافي الاقتصادي القوي من إضافة إلى ضعف المعارضة المتشرذمة لكن شعبية الرئيس الذي ينتمي إلى تيار الوسط تراجعت لعدة أسباب منها دخوله المتأخر إلى الحملة الانتخابية إذ لم يعقد سوى تجمع انتخاب واحد كبير وهو الأمر الذي اعتبره حتى أنصاره مخيبا للأمال وتركيزه على خطة لا تحظى بالشعبية لرفع سن التقاعد إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات التضخم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة